سينار قبل قليل انسحبت قوات الاحتلال من منزل الشهيدين محمد وموسى جبرين تسعة عشر عاما ثمانية عشر عاما وهم من بلدة سعير في الخليل حيث اطلقت قوات الاحتلال النار عليهم في منطقة بيت عنون شرق المدينة بدعوة انهما حاول تنفيذ عملية مزدوجة كما قال جيش الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار والطاعن جيش الاحتلال احتجز جثماني موسى ومحمد ولم يسلم جثمانيهما لعائلتهما وذلك بسبب سياسة احتجاز الجثمين عند الاحتلال الاسرائيلي وهذه زادت توتيرتها منذ عام 2015 حيث هناك قرابة 165 شهيدا واكثر في ثلاجات الاحتلال بالاضافة ايضا الى الشهداء كثر في مقابر الارقام جيش الاحتلال الاسرائيلي استدعى ذوي الشهيدين لمقابلة المخابرات وبعد ذلك اقتحم المنطقة وكنتم قبل قليل تشاهدون عملية اقتحام ودخول جيش الاحتلال الاسرائيلي الى هذه المنطقة ونحن نقف ما بين منزل محمد وموسى وهم ابناء عمومة حيث بدأ الناس الان بالتوافد الى منزلي الشهيدين وحقيقة مشاهد مؤلمة ومؤثرة لذوي الشهداء بعد نبأ استشهاد نجليهما وبعد اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي لهذا المكان في بلدة سعير وتحديدا في منطقة واد الريم جيش الاحتلال الاسرائيلي كان قد فرض حصارا مكثفا على منطقة بيت عنون ومنع الحركة في تلك المنطقة سأحاول في هذه الاثناء مقابلة والدة الشهيد محمد جبارين على الهواء مباشرة وهذا بيت العزاء كما نشاهد بان مجموعة من الشباب من الرجال بدأوا يتجمعون في هذه الاثناء سأحاول الان الحديث مع والدة محمد جبارين حيث استشهد نجلها في ساعات الصباح بدعوة تنفيذه عملية اطلاق نار وكذلك طعن رفقة ابن عمه موسى نحن الان نسير باتجاه منزل محمد وكنا نقف الى جانب منزل موسى حيث هذه اللحظات المؤثرة حقيقة والمؤلمة للشهداء ولمنزل عائلة الجبارين سأحاول الان الحديث مع والدة محمد خالت احنا على الهواء مباشرة في البداية اعظم الله اجري عمر لكم ان شاء الله نعرف ان المصاب جلل وتلقيت الخبر بحزن شديد شو رسالتك احنا والله ركعت ركعتين شكر لله تعالى وابن طول عمرة بطلب الشهادة والله الى يومين وجه بنور نور الطول يعني روح شهيد هو طالب الشهادة ونالها وان شاء الله يفدع الوطن هم مش اغلى من كلها الشهداء الراحوا مش اغلى منهم الله يرحمه يا رب يجعل مأواجهنا يا رب اليوم في الضفة الغربية من الخليل لطول كرم لنابلس في 17 شهيد في 35 الف شهيد في قطاع غزة ومحمد كان اخر هؤلاء الشهداء شو موقفك هالتي الله يرحمه الله شعور يعني بجنن اه هو يعني فيش اغلى من الابن فيش اغلى من الابن كبدة هو قلبي روحي حبيبي محمد هو طالب الشهادة ونالها هو مش اغلى من هالشهداء راح مع كوكب الشهداء راح مع الشهداء الله يرحمه